الكركديه النشر اوكي وادي الكركديه اللي مستوي اهو هاخد منه الميا وحنزل بيه فوق بزور كتان اهو ادي بزور كتان مع الكركديه وحواليك تركة دلوقتي هتنبمن تشوفيها وعدتيها ومنفزتي هاش منوريني ومشرفيني انا عارف ان احنا فرمضان لكن كمان انا باكتهد عشان الناس تاخد المفيد اولا ما تشتريه جاهز وتدفع فيه فلوس وضلرات عندك برطمان تاني تحطي فيه الشوية دول تخديهم معاك وانش مصفرم بلس اتبحت برطمان تي اتبع بلس كمان المفيد من البطرة اللي بيسالون اهو زبدة الشيه لان رس تعملها ممكن تلاقيها بيضى او صفرة شيه بطر ذوانا نابنها ممكن تجبيع من عند العطار مو عنده ماضي ممكن تجبيع من اي عطار تصقي فيه لكن انا شفت عنده ماضي زلدة الشية حلوة والناس كلها تشتريها في اسكندرية في المنشية في زنة ستين كنت نزلتها لكو كتير قوي وورتها لكو وقادي برطمان حبيبتي عيدة اللي هتاخدوا معاها عشان بتعالج بيه بشرتها وهي معيها وهنا بنجلي بزوري كتان حليا مع الكركدي بزوري كتان المغلية مع الكركدي بتعمل سحر للمهار انا هتديكي كركدي مع بزوري كتان في سحر للليل النهاردة هتديكي السحر المسائي انتقت ثلاث كريمات للليل واحد لونه بورتقاني والثاني لونه بني عسلي فاتح والثالث لونه احمر ثلاثة عشان ما تديش مساحة لأي جهلة تلعف في واش الناس شايفين؟ هزوري الكتان الحمرى دي هتصفها ياس هصفيها واخد منها كمية ليه؟ عشان هتنصفها ليه بحاجة تالين هنجيب المصفاية بتاعتي العادية وصفي شوية امام الكاميرا وهي صخنة هنزل ببزور الكتان واخد منها الحمار الجميل بتاع الكركدي لان ما شافوش وما يعرفوش هقولك فاتت كتير اكتب لهم اسم الكركدي بالانجلش الزهرة يعني الكركدي من الحاجات المفيدة جدا للتجعيد الكركدي بناخد منه الفايدة كلها الامام الكاميرا ده هي اهي امامكم خلاص اهي امامكم خلاص وهحتاج منكم بس معلاقه من الناشا عالخلطة دي بليزيا دكتوره عيه هي وسطة السلسية العذاب ممكن تكتب لكم هي أصلاً على الأوروبا. لا هي صباحية الأظافر. واحدة عايزة تتنسوا سؤال. انا معرفش يعني ايه صباحية الأظافر. الفرفية أشكالها كتير وانا أخاف أقولك على حاجة ما عرفش أساعدك فيها. اما هو انتو ما بتعملوش شير. انا مش عايزة شير للجروب بتاعي. انا عايزة باقي العالم نشوف. هنزد ببزورة كتان مع الكركة دي. اهي. خلاص؟ هتطلعي جوزك من الضلم. وهتخدي منه معلقة فقط لا غير. just one spoon. سوريا. بيقولك اللي دي هذي بتوسخيها اللي لقوها فين؟ هتلاقيها بعد جدا على اليوتيوب. انا أسفة جدا اني بقولك الكلمة دي. معلقة ممسوحة على الكمية دي معلقة ممسوحة. دي بالك من الكلمة معلقة فلات كورن فلاور. عليها. دوي بي. الناشط. مع بزور كتان. مع الكركة دي. وختخش دي على النار. وهتحاولي ان انتي تخليه يتقل شوية. شوية. وهتخربي. وحوريكي الخطوات بالتدريج. ان شاء الله لما المنتجات ربنا يكملها على خير وتخرج للنور انتو اول ناس هتعرفوا قبل اي حد غريب. انما انا لست بخلص في الاوراق في امريكا. انا مش قاعدة صايت يا جماعة. انا قاعدة بخلص في اوراق. سو لما اوراقي تخلص ان شاء الله بدعوتكم بازن الله. واخلصت الحاجات المفروض مطلوبة مني. لان ده كريم عالمي. مش كريم مضروب. ده كريم عالمي. يعني هيبقى عليه علامة الجودة. يس. بحاول ان انا اتقل الخامة بتاعتي مع النشا على النار مع اللف المتحرك الدائري بطريقة دي. يعني تقداري تعمليها بمعلقة او تعمليها باي مضروب. عشان تتأكدين ان النشا بتاعك مش مكلكة ولا في اي حاجة تضعيقك في الخلطة بتاعتك. كلكة دي مع بزور الكتان. باطوكس اصلي. هيديكي نتيجة رهيبة فعيلة. تقداري تقسامي الكلمية وتاخدي منها للنهار. وتخلي منها شوية عملها للليلية اختيارية. محمد عايزة حاجة اللي مزيل العرق يكون دي. انا عاملة المخمرية و مزيل العرق على اليوتيوب. ياريت حد يحط اللينك يا جماعة للناس عشان الناس اللي ما تعرفش اليوتيوب يمكن يكونوا جداد. ميبي ما يعرفوش. تل مضرب عشان اتأكد ان النشا بتاعي داب والضرب كويس قوي مع البزور الكتان والكارك دي. هيو جو. انا الحاجة بكسر على الثلاث. اعليات للثلاث. انت عملتها بكسر. عملتها كتير جدا في حوالي 25 فيديو للثلاث. على اليوتيوب. حطوا لينك اليوتيوب لللي يعرف. ليس؟ للناس اللي عايزة داب. اللي تعانين دي كنت عانين لو تقداي كاملين لهم. بوقع تقول لهم ام تلبس بتاعك عشان يقدم يكترين. انا التوقيت بتاعي مختلف عشان انا نعوه في امريكا. فغصبا عني بعمل البس بتاعي و دلوقتي عندي نهار عندكم بيبقى ليل. فسامحوني. انا غصبا عني عشان اشوف مصلحتي والكريم بتاعي. اوكي. كده انا بضربه كويس جدا على النار عشان يلف معي النشا لحد لما تأكد انه هو دي. تمام؟ الكركة دي هو اساس الخلطة دي دلوقتي. الكركة دي بتصفيه وتشليه في ازازة مغلقة. وبتحطيه في التلاجة بيعيش عندك سنة. الكركة دي بيعيش في التلاجة سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدا يلف. ابتدا يتقل واللون يتغير. وحواريكي حالا التخانة اللي المفروض يوصل لها. واللون بتاعه بعد لما بيتقل وبيدخل. بزور الكتان المغلية ومتصفية والكركلية. بتأكد انه النشا بتاعي دايب تماما مش عايزاه يكون بخين جدا ملعقة ممسوحة من النشا. ما تروحيش تزودي حيبمها اللي باي. كريم اللي بانتذكر الصلاحية بتاعته لمدة شهر لشهر ونصف. لانه في مواد حفظة من الصبار واللي بانتذكر وبزور الكتان بتاعيشه بتحفظ في التلاجة. اللون ابتدا يتغير امامكم اهو. هتلقوا تاني على النار سنة كمان. عشان اخد التخانة المنبوطة بتاعته. وهبتدي اعمل خطواتي اللي جاية. على وهي. انا جاهزة النار علشان خلصت اموري على النار. وحدخل ووريكي امام الكاميرا. بعد لما سوينا معلقة النشا الممسوحة على بزور الكتان. على الكركديه. ادي اللون امامكم. هو ده اللي احنا هنستعمله دلوقتي. محتاجة ايه يا ابي. محتاجة حد يناولني الصبار يا جماعة. عالش. ناقص. خلصت الكمية وانتو طلطتوا مني حاجة جديدة. فكن لازم اركز قبل ما الوقتي يسرقني. بحاول ان انا اضرابها كويس جدا 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 بالمضرب. لو ما عندكيش بلندر اضرابي زي ما انا بعمل كده. تراح نزالا. متأكد او بحضونا. هل سبقوا. حسنا. معلقة كبيرة من الصبار. يعني. معلقة كبيرة على الفلاكسيد والكركديه. هل سبقوا. نسقط تزيو. اي برطمان او علبة او اي حاجة اي او واحدة اسمام المسلمة لما احفظنا اوكي ده بتاع النهار ده اللي انت هتستعمليه في الشمس protection for your face هتاخدي منه شوية بالشكل ده وهتعملي بيوشك كل يوم بالنهار اوكي والشوية الثانيين ادي للنهار ليه؟ لانو عليه صبار وبزور كتان وهي وانا واقفة قبل ما افتح اللايف عندها حاجة بالصبار للprotection from the sun انا بديك protection from the sun بفيتامينات اصلية من الكركديه بلون وردي اوكي هاخد شوية تانية وهحول الكريم للليل ازاي يا ابي؟ هقولك يا حبابتي ازاي؟ هنزل عليه بملعقة من الجرسلين ياس وانا هعمل نهاري بقى ليل لاز شمس وامر يا امر انتو يا امر معلقة الجرسلين على معلقة من جوز الهند زيت وقلبي على نقطتين ماء ورد عشان الريحة الحلوة المريحة بالليل ماء ورد او ماء زهر او ماء ورد وقلبي مع فيتامين اي كابسولتين على كمية دي وقلبي وداتس او نايت فشل ليه اسمه نايت فشل علشان هو بيزيل الجلد الميت لما بتحكيه امونا انا هسألك مش هتطلعي فالصورة بس قوليلي لما انت حطتي الكريم في الاول عملك ايه طلع جلد دي السوجن على ايه فرق جلد ميت من على اديها وبعد شوية قالتلي ايه دي غير ايه دي شجعتيني افتح واعمل لايف جديد دلوقتي انا كده باضربهم طيس جدا 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 مع بعضياتهم تستطيع لذيه متضيقينة ايه كيف تباعدك ايه ايه كيف تباعدك انت حطتي واين اتحطه على المشعبين وش ممكن انت تباعدك انت حطتي فشل وبيعالج المسام الوسع يس لانه فيه فلاكسيد وفيه بوزور كتان وفيه الصبار كتية عبدالله جايانك شهر سبعة في لندن أهلا وسهلا بيكم في لندن حبت وحشتون وآدي النايت فشل فور يو نايت تريتمنت يمكنك تحضرها كل شهر أكبر 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 واحد للليل واحد للنهار واحد مني ونفسته واحد للنهار أكبر واحد للليل ونفسته خدي صورة يا أمي خدي صورة يمكن ربنا يفتحها عليكي أنت تقومي من عليك كنباية وتنفذي حاجة واحدة من الحاجات دي كريمات أصلية مش ملعوب فيها بتزهلكوا على طبق قبل ما تشتروها بفلوس لو ما خديش بالك من التكات والحركات اللي بقولها هتندم أولا وأخيرا أحدث تقنية للكريم للوش الفيس فشل دي كريم لكي تقنية جلوريس براون ناترال الكاميرا أمامكم سابت البطل أورنج فيتامين سي شفناه على الشلف وأنا معاكم في السوبر ماركت وكبرت لكم الكاميرا عليه عشان أقولك من بين الكلام في كلام عاملين حاليا في أمريكا فيتامين سي آي تريتمنت ألعب يلا وتعال هنا عند المهزلة واجل فيتامين سي أمامكم واجل كاركاديه مع الفيتامين سي أمامكم تقدري تختاري اللي ينسك ألف شكر تصبحون على ألف خير وأتمنى الناس اللي بتحب أبي تلحق وتنفذ اللعبة الجديدة الحلوة المتقنة الهيلة اللي فعلا بجد بصوا بصوا جمالها شايفين بصوا جمالها هودا الهود تقول التجاعيد الايدي تجاعيد كل الحاجات اللي بعملها للتجاعيد للوجه وللأيدي وللرقبة يا أمي انت لو دخلت هتلاقي كل حاجة خاصة بالتجاعيد موجودة على قناتي في اليوتيوب تجاعيد خليل خطة للأضافر اللي بتتكسر الأضافر اللي بتتكسر قلتها قبل كده اعمالي فرشة سنان نظيفة مختلفة وحطي معجون الأسنان على الفرشة بنقطتين ليمون وعملي مساج بالفرشة كل يوم وانت اتدعك سنانك ادعك دوافرك ده كالسيوم وده كالسيوم واشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله في يوم تاني وسمحوني معلش فعلا بجد النهاردة كنت اكتب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة